موسيقى أنا من أربعة و سبعين وأنا ببيع رنجة بيعت الرنجة بتاع برّ لما كانت تكيله بـ 80 سن وبعتها لما كانت تكيله بـ 40 جيني وبعتها لما كانت بـ 100 جيني أنا بقى لأربعة و 40 سنة بالشارع ببيع رنجة هي الرنجة أصلاً من سمك و منصطورة بس بالسلع هلح بص رنجة أم الخلول وفسيخ و سردين أسعار كويسة و رنجة 100 مية والحمد لله رب العالمين يعني رنجة هتشرف رنجة سوبر تصدير فيه طبعاً رنجة ناشفة فيه رنجة طرية فيه رنجة مبطرخة فيه حدقة فيه عدبة على حسب الزمنة بطلب يعني إحنا المسلمين مشاناً يكون رنجة في رمضان عشان صايمين يعني هي بقى إليل على من نسبة البيع على الجماعة المسايحة بس هوريكم إزاي الفسيخ بيتخلق في الأول بنقطع الروس كده عشان نحط رتدينا مساحة من إحنا نشيله الجلد هنفتحه من ضهره من عند الحتة اللي فيها اللح و هنفتح من عند البطن عشان ننظفه الفسيخ ده إحنا بندبوه من قدكو سمك معين للتمليح عشان سمك بتاع الأكل بيبقى غير سمك التمليح ده السمك بيجي طازة فريش وبعد كده من نقمره اللي غتل بقولوا عليه بيخمر بعد كده نبدأ نكسره و نديره الملح بتاعه كان بيجي شاب النسيب قبل رمضان كان كله بيشتغل في السيخ شنغال نجا شنغال سندي بيبلع شنغال كان كله شنغال دلوقت عشان رمضان جاي في رمضان الجو هادي على الخفيف بس الرجل الجودة فوق البيابية ولا حدا ولا في أي حد كلها لحبوا بطارق والله على حسب الجو وعلى حسب الأسعار للجملة البيع طبعا بيقبى غزبا عنه والأسعار فيش حد عايز يغلى على حد يعني